السلام عليكم سوف نقدم بريوش كيجي خفيف وغير بيضة واحدة بسم الله على بركز اللي غاديمشو المكوناس اللي غاديم حساجو فقنا قلنا عجانا نديرو 500 غرم ديال الدقيق وغاديم نضيفو جوجم على كبار عمرين ديال فكر سنيدة وغا نضيفو معلقة ديال خميرة حبيباس ديال الخبز وصل الشياء ديال خميرة ديال حلويات وحد فاني غادي نضيفو بيضة واحدة كاميلة غادي نضيفو الشيشة ديال الملح عنا حمضة كبيرة محكوكة يعطينا الماضق زوين لهاد بريوش غادي نضيفو ثلاثة المعلقة كبار ديال السيس النباتية وغادي نجمعو ديال الخليط مع بعضو هكا جيدا وغادي نجنو بالحليب غادي نضيفو حليب ترناكي سخن وحجوش كوؤوس ديال الحليب لغادي نجنو بهاد البريوش وفالاخر غادي نضيفو مالقة كبيرة ديال الزبدة حسن سليو العجينة غادي نحاولو نضيفوها في العجينة جيدا سوفي هنا مقيكة العجنو بالحليب تتجمع معنا العجينة سوف يدين بدمجناها ودخلنا في هدا كمال قدية الزبدة مشاهدة طريقة من الفيديو سوفي نجدها حتى تخسمر تطلق شي شوية وعاد قرسوهم ونديروهم كريسة صغر بعد مختلفة العجينة ، سوف نضيفها وضعها ووضعها في قريصات صغرين نحاول نضيفهم تاقدة واحدة الميزاني يدرون هم اللي بغا يخليهم لحسب شكل اللي بغا يخليهم هكا كعينو وميزانو إما كبار إما صغر لحسب الحجم اللي بغينا سافي غادي نجيبو السينية اللي غا تدخل الفرن باش غادي نبدو نقرصو قريصة صغر ونحطو فيها لحسب الحجم اللي بغيتو غادي خليهم حتي ختمرو عادي ندوزو ندرون مرحلة الثانية سافين بعد ما كملنا هم كاملين دابا غادي نديرهم في السينية ستفهم غادي نحاولو نبعدوهم على بعض لان عادي نقرصو حتي ختمرو سوف نحاولو بيناتهم واحد المسافة تكون كبيرة بشي شوية بشمي كي خمرو كتفق بيناتهم مشمي كنجون طيبون في الفرن كي يخدو تحميرا كامل من الجوانيب ومن الجهات كاملة سافي غادي نسطفوهم ومن البعض غادي نغطيوهم ونخليهم حتي ختمرو وعد رجوعو لهم باش غادي نقرصوهم هم هادو هم هادو غادي نخليهم وغادي مصابو كريما اللي غادي نعمرو فيها في الواسط غادي نحتاجوا واحد الكاز ديال حليب كبير عنا جوج معلعة كبارد سكر سانيدة وعننا 3 معلقة كبار ديال الكريمة وغادي نطربوهم جيدا مع بعض سينساجمو عندي رون فوق النار سفي دبا غادي ندرون فوق النار حسي بداو اي طلع معانا الغليان وغادي نطفيو عليها باش غادي نعمرو بيون في الوسط ديال بريوش سفي دبا غادي ندرون لهم حفيرتها كف الوسط باش هاد الحفيره هي اللي غادي نعمرو فيها الكريمة اللي صغبنا كريمة ديالنبقة سخونة يلا صغبناها وهناك نكونو اشعلنا الفرن نديرو يسخن قادي نطيبوهم ملتحسوا بعد قادي نشعلو عليها ملفق باش قادي نتحمرو سافي غادي نمشو تنكملو الكميه اللي عنا فيما نشف معانا ذاك الكاس كنحاولو ندهنو تاني بابسيسا كبال اصابح سافيو كنقون ديرو ذاك الحفيره في الوسط سافي غادي نعمرو هاد البريوش اما عمرو بمعلقة اما ديرو ببوشت عمرو فيها سهل عليكم الخدمة سافي غادي نعمرهم كاملين وغادي نشدو حل البيضاء ندير في واحد نسكافي وغادي نطربها جيدا باش غادي ندهنهم في الجوانيب كيبقت زين اما بالزنجلان اما باللوز ايفيلي اللي متوفر انا هنا عملت لهم غير زينجلان ما كاش لوز ايفيلي ما كاش عندي سافي درت لهم زينجلان وما باللوز ايفيلي كيجيو زوينين احسن سافي غادي ندهنهم كاملين ومن الاباد غادي نرشوه بعد ما غادي نسالي وغادي نمشوه باش ندخلوه من الفرن حسن دهنهم كاملين نكملو الكمية اللي عنا فهذا المرحلة عنا فرن كيس خون انا طيب صون فرن اللي جاز عادي سافيهم هادو دابا غادي نمشو باش غا ندخلوهم الفرن باش يطيبو وما هادو بعد ما طابو خدو اللوين تحميرا ديالهم كيجيو زوينين قدي خلوهم تيبردو وغادي نشكلوهم شوية هكاب الشوكولات غادي ندرهم كتزين خفيف كيجيو هشاش وزوينين كيب قد تزين خسياري على حسب ولكن كيجيو لهم دك خوطو دير الشوكولات كيجيو زوينين هادو الشكل ديالهم كيجو هادو الشكل ديالهم كيجو هادو الشكل ديالهم النهائي مبعد ما برضو كيجو زوينين هادو الشكل ديالهم تسمينا تعجبكم الطريقة و السلام عليكم موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة